افتتع سعادة عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة ومحمد القصير مدير إدارة شؤون الثقافية بالدائرة افتتع المعرض السنوي لمركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة مداد وورود مساء أمس في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة بقلب الشارقة ويكشف المعرض عن نتاج سنوي زاخر لأكثر من خمسين موهبة صاعدة من بينهم مواهب من اليابان لتتراء الأعمال التي تتجاوز المئة في خطوط متنوعة وأظهرت مجموعة من الزخرف زاهية الألوان تجربة جديدة بالزخرفة على الخشب ومجموعة أخرى يبدو فيها الذهب الأصلي كمادة خام في اللوحات الزخرفية